سيارة خيالية نادراً ما يستخدمها الأمير الوليد بن طلال في تنقلاته داخل أو حتى خارج المملكة العربية السعودية لكنها في كل مرة تظهر على الملأ تثير الجدل في بلاد الحرمين الشريفين فبداخلها أسرار بالغة لا يتخيلها عقل ولا يمكن أن تصف الكلمة وحدها ذلك الذي تحويه بداخلها فلم يعد ظهورها يمر مرور الكرام فما القصة؟ سيارة خيالية من تراز SL600 مركة مارسيديس الألمانية مرصعة بالألماس النادر بالكامل أثارت إعجابه أكثر بكثير من أخرى مطلية بالذهب الخالص لما لاها في نفسه من قيمة بالغة لا يدركها أحد غيره إذ تزين القصر المتنقل الخاص بالوليد بن طلال 300 ألف قطع ماسية من الخارج تجعلها أحد أغلى سيارات حول العالم فسعرها يقارب نحو 5 ملايين دولار أمريكية وهو ما يجعله قادرا على استعادة جزء كبير من إنفاقه المالي فيها إذ تعد شركة تجارية متنقلة من الطراز الرفيع تدر عليه ثروة من نوع خاص فاللمسة الواحدة لأي شخص تأسر ناظريها تقدر بنحو 1000 دولار أمريكية ولعل صدفة فارقة فتحت الباب أمام حقيقة مفاجئة لم يدر لجميع أنها ربما تكون موجودة على أرض الواقع خاصة بعدما باحت سيارة الأمير الوليد بن طلال الماسية بكافة أسرارها على الملأ فالسيارة التي تم إطلاقها عام 2007 احتفالا بذكرى الخمسين للشركة الألمانية في احتفال تاريخي بمدينة دبي الإماراتية لم يكن يملكها إلا شخص واحد حول العالم وعرف سره الوليد بن طلال بالصدفة البحثة فقرر أن يشاركه عزة ويجلب المجد إلى بلاد الحرمين الشريفين فيأسر أعين الناظرين في كل خطوة يقطعها بقصره المتنقل وغير المعتاد على طرق المملكة العربية السعودية الممهدة بدقة بالغة وربما امتلاكه لطائرة ذهبية لم يجعله ينظر إلى السيارة الماسية بفاه مفتوح لكن على العكس تماما من ذلك فالسيارة الخيالية تعد إحدى أكثر الأشياء المفضلة لإذن طلال إن لم تكن الأكثر قربا على الإطلاق حقيقة لطالما كانت مخفية داخل الصندوق الماسي المتحرك ربما أكدها عدم ظهوره المتكرر بها لكن نظرا لخصوصية تصميمها فلم يكن من السهل عليه الظهور بها دائما داخل أو خارج المملكة ولا يمكن للسيارة المغطاة بالكامل بكريستال شواروفيسكي الأكثر قيمة على الإطلاق أن توفل حقيقة أسطول الأمير الوليد بن طلال الخيالي من السيارات الخارقة والطموحة في الوقت ذاته فابن طلال يملك نحو 300 سيارة من أعدى المركات العالمية وأكثرها قيمة وضقة فهناك سيارات رولز رويز بانتوم وبوغاتي وكذلك أستون مارتين فضلا عن باقة متنوعة من سيارة مارسيدس لكن لم تكشف المصادر المقربة من دائرة الأمير إذا كان بصدد إجراء أي تغيير من نوعه على السيارة الخيالية من عدمه وإن كان قادرا على التفريط بها إذا ما قدم له عرض لا يرفض